السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات اليوم سأقدم لكم وصفة مجربة مني أنا شخصيا لتفتيح لون العينين يعني إذا كانت لون عينيك بني إذا استعملت هذه الوصفة سيصبح لونها عسلي تقريبا مع تكرار هذه الوصفة سيصير لون العينين فاتح أكثر يعني ممكن حتى أنه يصير لون العينين تقريبا أخضر بالنسبة لهذه الوصفة قلت استعملتها أنا شخصيا سنحتاج فيها إلى مكون واحد فقط وهو الليمون يعني إذا خفتم من هذه الوصفة يعني ممكن أنكم لا تجربوها ولكن أنا جربتها شخصيا وعطتني نتيجة قبل ما أبدأ في طريقة تحضير هذه الوصفة أو كيفية استخدام هذه الوصفة أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو لكي يستفيد أكبر عدد من الناس أيضا أتمنى من الزوار الجدد أنهم يشتركوا في قناتي ويفعلوا جرس وسأحاول إفادتكم دائما بأنجح وأسرع الوصفات قلت بالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج إلى مكون واحد فقط بالنسبة هناك يعني مجموعة من الكلام أحب أن أقوله لكم يعني أنا أتكلم معكم بصراحة جدا بالنسبة الناس الذين يعانون من حساسية في العينين يعني لا يستعملها نهائيا أو الناس الذين عندهم مشاكل يعني في العينين لا يستعملها نهائيا إطلاقا خاصة الناس الذين عندهم حساسية يعني لأنه حين نضع قطرات من الليمون على العينين بالنسبة الاستعمال هذه الوصفة إذا كنتم تتحملون يعني لما نستعمل هذه الوصفة راح تحسوا بحرقان يعني لا يوصف يعني يجب أن تكون عندكم قوة تحمل كبيرة جدا يعني أنا لما استعملتها يعني لم تحدث لي أي أعراض جانبية صراحة لكن يعني أحسست بحرقان شديد جدا في العينين يعني يجب التحمل بالنسبة لطريقة الاستعمال سهلة جدا وبسيطة يعني ننظف اليدين أولا جيدا نعقم اليدين نغسلهم جيدا ونغسل الليمون الذي استعمله جيدا يجب أن يكون طازج وجديد نأخذ قطرات فقط من عصير الليمون ونستعين بالقطارة يعني إذا كانت متوفرة القطارة التي نقطر بها قطارات العين نغسلها جيدا ونعقمها جيدا ونضع فيها كمية من عصير الليمون يعني كمية قليلة جدا راح نحتاج قطرة قطرتين فقط ونضع قطرة في العين الأولى وقطرة في العين الثانية يعني قلت يعني لما تستعملوها يعني راح تحسوا بحرقة شديدة جدا والحمد لله يعني لم تحدث لي أي أعراض أخرى جانبيا أؤكد وأحذر الناس اللي عندهم مشاكل في العينين الناس اللي عندهم حساسية في العينين لا يستعملوها يتجنبوها نهائيا قلت نضع قطرة في العين الأولى من الليمون وقطرة في العين الثانية من الليمون ونستعملها مرة واحدة في الأسبوع يعني إذا خفتم ممكن أن نستعملها مرتين أو ثلاثة في الشهر فقط وسوف تلاحظون تغير في لون العينين وأصبح لون العينين فاتح جدا بالنسبة الناس الذين عندهم عينين بنية سوف يصبح لون العينين عسلي والناس الذين عندهم لون عينيهم عسلي سوف يميل اللون إلى الأخضر يعني هناك تغير أكيد في لون العينين أنا جربتها واستعملتها شخصيا ولكن يجب أن تكون عندكم شدة التحمل كبيرة جدا قلتوا الناس الذين يعني أنا أعطيتكم الفكرة وأنتم لكم الأختيار يعني إذا لم تعجبكم وصفة أو خفتم من أي أعراض أخرى تكون لها يعني ممكن أنكم لا تستعملوها يعني أنا شخصيا قلت بأني جربتها والحمد لله لم تحدث لي أي أعراض جانبية يعني ممكن شدة الحرقة تكون كبيرة جدا في العينين ولكن النتيجة كانت ظاهرة جدا أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة وأتمنى أنكم تستفيدون منها أنتظر آراءكم وتعليقاتكم أيضا أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سأحاول دائما إفادتكم بالوصفات المجربة والناجحة ولا تنسوا دعمي بلايك وشير للفيديو شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته